إحنا عندنا دايماً ومنلاحظ ده بشكل كويس جداً أنه الدول الأسيوية بالزيد طبعاً وجودهم في الأزهر الشريف وبتعاثهم للمئات والألاف من أبنائهم في أندونيسيا وفي منجلدش وفي الهند وفي باكستان وفي سريلانكا وكده للأزهر ده خلق قوة نعيمة وبشكل طبيعي وده اللي بنشوف تأثيره بقى وجود واحد من قراءنا الشباب يتجمع مئات الألاف من المحبين للتلاوة المصرية في بنجلدش عشان يسمعوا فضلة الشيخ القارئ محمود كامل النجار اللي وصفت بأنها حفلة يعني فريدة من نوحة ما تكررتش في البلاد من كتير وهو كمان فيه تصريح جميل جداً بيقول ما رأيته كان شعور العزة بالقرآن وأنه ربنا رفعنا وأكرمنا بالقرآن الكريم وأنه حقيقي فيه شعوب بتقدر وتقدس القرآن الكريم وبتحترم وبتكرم أهل القرآن خاصة لما يكونوا من مصر هذه الدولة العظيمة بابتدادها طبعاً العربي والإسلامي المؤثر وحلاكوا شايفينوا الصورة يعني بتتحدث عن نفسها أحنا مرة تانية بيتضم إلينا فضلت الشيخ القارئ الأستاذ محمود كامل النجار معنا من باكستان أهلاً بك يا فندم منورنا كل السنة وانت طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كل السنة وحضرك طيب وبألف خير وصحة وسعادة وحضرتك يا فندم بألف صحة وسلام يا فندم يعني أنت الآن ما صار فخرين الحقيقة بعد ما شفنا هذا الاتفاف الكبير والضخم يعني حولك في بنجلاديش أنت توقعت حدارك تشوف هذا العدد الضخم ما شاء الله إيه عشرات الألاف بنتكلم من الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا أهلا بيك أهلا بيك أشعر المرسلين سيدنا محمد العليا وصعب أجمعين وبعد طبعاً أحب أرحب أستاذ المشاهدين وهأرحب بحضرتك أهلا بيك وطبعاً أنا سعيد جداً لأن النهاردة حدثين مهمين جداً في حياتي أول حدث طبعاً يوم خمساشر من رمضان آه ليلة النصف من شعبان ليلة جميلة ولا مباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها يعني أعملنا وكل صلواتنا وعبادتنا يا رب يا رب دعواتك فانت آمين يا رب الحدث الكبير اللي حصل ليه النهاردة بالنسبة طبعاً للعدد الكبير ده أنا ما كنتش متوقع العدد بالألاف بالمنظر ده كده يعني بس أنا رحت حفلات قبل كده أكبر من كبيرة بس ما شفتش العدد المهور بصراحة ياه أنت دائم السفر صحي يعني روحت الهند وباكستان وتركيا وكويت زي ما احنا سمعين الحمد لله الحمد لله يعني ربنا أكرمني سفت كتير لحياء الأقلال القرآنية الحمد لله فضل الله الله شيء جميل جداً جداً بقى لك قد ايه بتسافر وبتروح تزور البلدان المختلفة وازاي الناس دايما بتحب التلاوة يعني احنا مراحظين دايماً كمان التلاوة المصرية تحديداً ليها جمهور وعشاق كبير للغاية بالذات في دول أسيا وجنوب شرق أسيا دي حقيقة فعلاً هو جنوب شرق أسيا دايماً مرتبط اعتباط كل وجزء مرتبط ديني وعقدي بالأظهر الشريف طبعاً ومرتبط بصفة خاصة بالقراء المصريين من طبعاً من الرعاية الأول الآن من ثالث سيدنا الشيخ عبدالباصة عبدالصمد والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل كلنا نحكي لما الشيخ عباصة عبدالصمد كان بيروح الهند ولا شرق أسكة الدنيا بتتقلب ده اللي كان بيقول كمان الدكتور مصطفى الفئي يعني لما كان سكرتيرنا في الهند كان بيقول لما بيجي الشيخ عباصة عبدالصمد في البلدان في الهند بتتقفل ما شاء الله وبرضو الشيخ سيد تطاولة ومراحل هند كان ناس يعني بتبات فوق الشجر فأنت بتفكرنا بالأسماء الكبيرة والجميلة دي إن شاء الله تكون حركة امتداد ليهم ولدولة التلاوة المصرية الشيخ محمود الشيخ محمود نوو كبر نوو الصوت رجع مرة تانية الصوت بس في صعوبة تفضل حضرتك بقول لحضرتك أنا مجرد حبس خلسلة وعقد كبير جدا من القراءة الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين ربنا يرحمهم جميعا طيب الناس بقى تفعلت معك ازاي وبعديها كمان استقبلوك ازاي وحنا شايفينها أعداد ضخمة ما شاء الله والله هم استقبلونا استقبل حسسنا بعضة القرآن فعلا من أهل القرآن بيقدسونه وبيكلمونه وازاي أهل القرآن مكرمين في دول العالم احنا بنشوف إكرام يعني بقواد بنبكي من الإكرام ده بصراحة يعني ربنا يا ربي ديموا علينا على أهل القرآن جميعا يا رب يا رب وانت كمان أزهاري والأزهاري الشريف مكانة خاصة في قلوب البسلمين بالذات في أسيا وكذا طبعا منارة العلم في العالم كله ما شاء الله طبعا انت كمان في دلوقتي في مكستان عندك برضو حفل كبير أو كده آه والله عندنا حفلات قرآنية كبيرة الحمد لله طبعا تضاهل دي لكن سبحانه الله ربنا أراد للحفلة بتاع بانجلاديش إن هي تظهر للناس وإن الناس في المجتمع المصري أو في غالبية الشعب تلتفت إليها التفات يعني يعني يفرح القلوب يعني بصباح جميل جدا نحن عبنعرف كمان الصفحة بتاعت حضرتك على الفيسبوك عشان العايز بقى يخش يستزيد ويستمتع وحن ندخلين كمان على أجواء مليانة بالروحانيات وشهر رمضان المعظم كل سنوه حراك طيب وحراك بألف صفحة وسلام يا فندي ما الله يسعيد بلقاءك الله جميل أنا بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كمان يا شيخ محمود كل التوفيق رفعت رأسنا وربنا يتقبل من حضرتك وجزيك خيرا عن كل من يحضرون يعني اللي زي ما احنا شايفين في الصورة وهم عددهم بعشرات الألاف شكرا جزيلا على وجودك